وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قوله تعالى وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ معناها حذر قرابتك وقومك من غضب الله وصخطه بأن يؤمنوا ويمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي لما نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فنادى يدعو أقاربه جميعاً فلما اجتمعوا إليه ذكر لهم أنه لو أخبرهم أن وراء الجبل عدوة يريد أن يغزوهم هل سيصدقونه؟ فقالوا له ما جربنا عليك كذباً فقال فإني أحذركم من عذاب الله فأسلموا فأسلموا واستقيموا فقال له عمه أبو لهب تباً لك أي خسراناً لك أما جمعتنا إلا لهذا؟ ويستفاد من ذلك أن الداعي ينبغي أن يبدأ بالأقربين لرحمهم منه فتلك صلة لهم ترجمة نانسي قنقر